صوت العدالة محباب قناة صوت العدالة وبالأخناس اللي يشرفنا دائما من الحضور في إطار تنوير رأي العام كما قلت في إطار تنوير رأي العام الموضوع الذي أتار الكثير من الجدل وينتشرك النار في الهاشيم الموضوع ذلك الدكتور تازي كان يتهم بجموع المتهمات اليوم بيني العدالة يعني الموضوع شوية نسوه المغاربة يعني في إطار التذكير وفي إطار الجديد بالنسبة للجديد دكتور تازي أو ما يسمى بطبيب الفقراء وليتبين بأنه حسب متابعة النيام العام والتحقيق والمواجهات بأنه يتاجر في المشار وأنه يتابع بثهم ثقيلة الجديد هو أنه الآن هو أنه الآن الدكتور تازي كي يحاول يبيع الممتلكات دياله ليبيلات وصيارات فخرة وذلك تهربا من مسألة أساسية في حالة صدور حكم بالإدانة والحكم بالتعويضات المدنية لا تكون مهمة وفي مبالغ مرتفعة حتى لا يتم مباشرة كحز لهذه الممتلكات ومعيها بالمازال العالاني فإنه يلجأ إلى هذه الطريق علما بأنه يجب أن يكون قد استصدار وكان يمكن أحد أبناء نسلي على برا وكالة عدلية بالتصرف في هذه الممتلكات قبل صدور قبل أن يخضع للمحاكمة وقبل صدور الحكم بمعنى أنه هذه الوكالة العدلية لكي يباشرها سي الدكتور تازي لكي يعطي شيء شخص آخر لكي يتطرف لي في الأموال ديانو هروبا وتمروصا من المازال العالاني لهذه الأصول والحقوق فإنه يجب عليه أن يعطيها الآن بمعنى أنه لا صدر حكم بالإدارة فإن الدكتور تازي سيخضع لي ما يسمى بالحجر القانوني والحجر القانوني هو أنه يمنع على الدكتور تازي أن يتصرف في أمواله بعد صدور الحكم أو أن يوكل غيره في التصرف في هذه الأموال بمقتضى وكالة عدلية لأن أمواله تكون محجورة ولا يحق له أن يكلف أي شخص بالتصرف في هذه الأموال إذن الوكالة العدلية اللي يخصدر الدكتور تازي كميزة فاع إذا كان قبل من صدور الحكم أرد سيد النيابة العامة وقاد التوتيق أرد يعطي الإذن بمنوز العدول إلى السجن وتحلل الوكالة العدلية بعد صدور الحكم يصبح الدكتور تازي في متابة المحجور عليه قانونيا فلا يحق له أن يتصرف في أمواله التي توجد التي توجد في ملكه أو أن يكلف أو أن ينجز وكالك لشخص آخر المهم هذا الشيء هو أن الغاية للدكتور تازي من بيع ممتلكات ديانه هي محاولة للتهرب من الأحكام القضائية التي قد تصير إلى مستوى المصادرة لهذه الأموال على اعتبار أن أنها متحصلة من جنايتين أو جنحة وأنها أموال مترتبة عن جرائب مما يعني أنها ستتعرضوا لمصادرة وإذا لم تتعرض لمصادرة قد ستتتعرضوا للحز والبيع بالمزاد العالي من طرف الدائنين سيشان بالنسبة للتقريب للأموال التي عندها السياد والمتركات ملايير أو تقريبا من المتحدة من المتحدة من المتحدة من المتحدة والإنسان مستحسن لأنك الفقير وإنما لا يعتبر من الناس أغنياء الذين لديهم مصادر مالية مهمة لا تساوي الكثير وسيارة فاخرة ربما هناك أرتيضة منكية لتي ربما سوف يتم إفراغ واحدة لا يتم تعريضه للحز المدينة الغير بالنسبة الحسابات المنكية يعني أنه إنسان ميسور ليس إنسان فقير أو معدود يعني أنه عنده ممتلكات وعنده أوصول لربما قد تجعله في مرتبات الميسورين والأغنياء سيشام كما يقول رأي العام أنه سيشام ممتلك كموحامي داروات ومتبع منها قانونية ممتلك ممتلك وممتلك ممتلك 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 وممتلك تفصيل على خدام وممتلك تقريب تقريب من إحانة غرفة إبتدائية معامل الاستقناة ليس جديد ولم يمكن أن يكون ممتلك جديد فإن يمكن أن يكون قانونية تحلية للعبرة لأن يستفيد لا يفهم هذا المسائل لا يمكن يجب أن يكون هناك من المساطير والقانون والاستهادات القضائية لأنه لا يُعدر أحدهم بجليل القانون يجب أن يكون هناك أي مواقعة يجب أن يتناقشون فبقاً يجب أن يتناقشون كل نقاش في إطار النقاش يجب أن يتناقش مناء وقانوني وصريح لأن الإنسان للعبرة والاستفادة لا يجب أن يتناقشون هذا من أنه لا يوجد جديد لا يوجد أن يكون هناك من يقول من أن يكون جديد يجب أن يتم إخبار متتابعين ومشاهدين بالجديد وعندما يتم تلقائف المواجهة ومتعلق السماء المصرحي والشهود لأنه سيكون نحن يتناقل على المحاكمة ومتعلق المحاكمة العلانية كيف قلت المواجهة بأن ترجمة الضحة؟ نحن 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 لأجد زوجة وشركاء وشركاء كانت مواجهات وتبادل التهم كانت مواجهات في التحقيق كانت لم أعرفه حقوق الجريمة كانت مواجهة كانت يدفع على رأسه كانت مواجهة مثل زوجتي فماتقل فأنا نقول بمسؤولة مالية لا تتم إلا بالموافقاتي والعلم ومع الأعمال التي يقومون بها فأنا نتكلم بمسائل وتجريح حسب المسائل الإذاني والمالي ومع الأخ مواجهة والزوجة لم يقبلها ما هو المسؤولي الجنائية وهي المسؤولي الشخصي البقى وهي المسؤولي شخصي يمكن أن يقول لها دبان لها دقوية لها أختي يمكن أن يقول لها شخصية وعقوبة يمكن أن تخضعون يمكن أن تفريد كيف يمكن أن تفهمت أن الزوجة وزوجة يرى رأسه يرى رأسه يرى رأسه يمكن أن يكون لديوا رأسه يمكن أن تقدموا شكاية ليس شخص أمام النياب العامة يسمى حارته إلى الضبيط القضائية يقدم على رأسه يسمى أن يأتي بها يسمى لها مشاكة في النظاف يمكن أن تدفع من أن يكون النفيع ولكنه يجب أن يكون لديك جميع المتهمين يجب أن يكون لديك أن يكون المثال والنفي ولكن القضاء كل القرائن والقرائن قانونية أي مستمدة من القانون كل قرائن قضائية أي مستمدة من الأبحاث القضائية وهذه القرائن إما أن تكون بسيطة قابلة الإثبات العكس وإما أن تكون قطعية غير قابلة الإثبات العكس ما يعني أنك بجموعة من الوسائل يلمحتوا التحري والفيديوهات والتسجيلات وكالكاميرات وكالشهود ما يعني أنك بجموعة الالقار قد تضحضوا بعد واسع الإثبات الأخرى شكرا لك سيشام شكرا لك